في بعض الأحيان تواجه أسرتك مشاكل مع من يمكنك الحديث؟ هنا تشاهدون ثلاث أسر المنزل الأول هو بيت كيس ومرخة مع ابنهما المنزل الثاني هو بيت حميد وأطفاله الثلاث المنزل الثالث هو بيت مليك وصارى وابنهما وابنتهما تعيش الأسر بالقرب من بعضها البعض غالبا ما يلعب أطفالهم معا في الشارع يذهب الأباء والأطفال إلى المنتزة في أغلب الأحيان الأباء سعداء مع أبنائهم هم فخورين بكل ما يفعله أطفالهم ولكن بالطبع هناك مشاكل في بعض الأحيان في بعض الأحيان تقضي مرخة وقتها على الأريكة طوال اليوم تجد حياتها صعبة لم تستطع مرخة وزوجها كيس إيجاد عمل ولهذا ليس لهم الكثير من المال لديهما ديون لا يمكن لابنهما الذهاب إلى نادي كرة القدم يكافح مرجا وكيس كثيرا يعيش حميد في هولندا منذ فترة قصيرة توفيت زوجته العام الماضي الآن عليه بالاعتناء بالأطفال لوحده يغضب ابنه كثيرا ومرات يتجادل مع حميد يتغيب ابن حميد عن المدرسة في معظم الأحيان وفي بعض الأحيان يدخل البيت متأخرا ليلا يخاف حميد من أن يشرب نهو الكحول أو يتعاطى المخدرات تشرب سار الخمر كثيرا فهي تخاف في معظم الأحيان ولا تخرج تقريبا أبدا فهي تمرض في معظم الأحيان جراء الكحول والتي تجعلها تخاف أكثر في بعض الأحيان لا تعتني جيدا بالأطفال لزوجها مالك وظيفتين واحدة في الصباح والأخرى ليلا يغيب كثيرا في أحد الأيام استلم الأبوين رسالة تقول الرسالة أنه يمكن للأباء ومقدم الرعاية الحصول على مساعدة على سبيل المثال إن كان لديهم ديون أو إذا كان الطفل يصاحب رفاق السوء أو يتعاطى الطفل مخدرات أو مشاكل أخرى تحتوي الرسالة على اسم وعنوان المنظمة من الذي يمكنه الذهاب إلى المنظمة أو يمكنك الاتصال هاتفيا والحصول على موعد لا يدريان ما الذي يفعلونه فيما يخص الديون بعد الآن يوجد العديد من الاستمارات التي يمكنهما ملؤها بأنفسهما يأملان أن يساعدهما شخص ما في هذا الأمر تحصل على موعد مع المنظمة يقرأ حميد الرسالة هو يعلم أنه بإمكانه الحديث إلى مستشارين في هولندا في البلد الذي ولد فيه يتحدث مع عائلته فقط إذا واجهته مشاكل يخاف حميد أن يهرب ابنه من المنزل لا يود أن يحدث ذلك يود أن يتحدث إلى المستشارين اتصل هاتفيا وأخذ موعدا تقرأ سارة الرسالة أيضا تتمنى الأفضل لأطفالها تود أن تكون أما صالحة مجددا وتود أن تخرج مجددا وتأخذ الأطفال إلى المنتزه تود أن تتوقف عن شرب الخمر تتحدث سارة مع مالك يأخذ مالك يوم عطلة يأتي شخص من المنظمة إلى بيتهما للحديث هل تود كذلك الحديث عن أطفالك؟ ابحث عن منظمات بالقرب منك والتي تعطي النصائح للأباء مثل مركز للشباب والأسرة يمكنك الحصول على موعد هناك ترجمة نانسي قنقر